السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناس كثيرة جدا بيبقى نفسها لها تخزن البسلة من السنة للسنة بس مشكلتها ان البسلة لونها بيتغير معاها ويغمق النهاردة بقى اقولك على طريقة حلوة اوه هتعمليها ان شاء الله هتفضل معاك محتفظة بنفس لون الخضار دوت وطعمها ورحتها وكل حاجة اكنها لسه طوزة يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم والطريقة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا جدا النهاردة انا جايبها 3 كيلو جزر وكمان جايبها 10 كيلو بسلة طبعا الكمية دي برحتك خالص البسلة انا جايبها الكيلو بخمسة جنيه جايبها 10 كيلو والجزر 3 كيلو بعشرة حلوة اوه كده تمام هعمل ايه توقيت في الجزر بقى اول حاجة هشتغل فيها الجزر هجيب الجزر هقشره وبعد ما اشره هبدأ اقطعه انا بحب اقشره وانت بتحبش خلاص تمام فيش مشكلة بس انا بحب كده اولا اشر كده اشره بتاعته من بره عشان اتأكد ببقاش فيه اي حاجة وكنه نضيف كده معي وبعد كده بابدأ بقى اقطعه بالشكل ده وبرده التقطيع براحتك انا بوريكي الطريقة بتاعتي انا بقطع ازاي انا براح جاية اسمها كده على نصين كده زي ما انت شايفها وبراح جاية ايه قضعها انت بقى حابة اقطع كبير صغير براحتك خالص زي ما انت حاب مش حابة تحط جزر خالص على البسلة تمام في ناس بتعمل كده بتعمل بسلة من غير جزر تعالي بقى نشوف البسلة بتاعتنا طبعا البسلة زي ما قلت لك معينا عشرة كيلو بسلة البسلة عشان خاطر تفضل معيك طازة ومش لونها يغمق منك ولا اي حاجة بالفريزل لازم اصلا تشتريها طازة لازم تشتريها كده بمسمن ما ان شاء الله تبقى خاضرة كده بحلوة زي ما قلت لك البسلة اصلا منذ رخيصة جدا الكيلو بخمسة جنيه وطازة وزي الفل زي ما انت شايفها هنعمل قيت الوقت بقى هابدأ اجيب الطبع عشان خاطر نفصص البسلة بصراحة ملقيتش انسى بطريقة غير الطرقة ديت فانت بيقعدي كامع نفسك كده وفدري فصص شوية بشوية لغوية على مدار اليوم يعني لما تخلص الكمية بتاعت كلها انا بصراحة امي كانت قاعدة معي وفصصناهم على طول يعني ما خدوش وقت مننا تمام فهخلص بقى تفسيس كده وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه تاني كده مع بعض بعد ما خلصت البسلة فصصناها جيت بقى جبت طبقة كبير في الحوض ورحت جاية حطة البسلة وغسلها كويس جدا مرتين وبعد كده حطتها في المصفة سبتها لمدة نص ساعة كده في المصفة عشان تصفة تمامة من مياه اللي كانت فيها وبعد كده هتجيبي فوطة او هتجيبي ملاية او اي حاجة نظيفة هتروحي جاية فرشاها وتبدأ بقى تجيب البسلة بعد ما الصفت بعد نص ساعة زي ما قلتلك وتروحي جاية حطة البسلة كده عليها بالشكل ده حط الكمية بقى تكون لها تمام كده وتفرديها كويس جدا وبعد كده بقى بالفوطة بقى وتدقي تنشفيها كويس جدا بص انا مش عايزة في البسلة ولا نقطة مياه انا عايزة البسلة ترجع تاني زي ما احنا اشتريناها يعني زمانتي كنت شاريها كده ما فيهاش مياه خالص وكتنشفة تماما ترجعيها كده برضو ماشي وبص خضرة ازاي معنا وزاي الفل هعمل ايتي الوقت بقى جبت الكيس الكيس كون ناشف والكباة اللي بتعايير بها تكون نشفة كل حاجة معاك نشفة تمام؟ حطيت في الكيس كبايتين من البسلة عليهم نص كباية من الجزر المعيار دوت بتاعك انت يعني انت حابة تقليلي حابة تقطري براحتك خالص اهم حاجة اللي انت لما تحط البسلة في الكيس كده تطلعي الهوى منه وبعد كاتتنيها او تربطيها على حسب ما انت عايزة وبعد كاتتحطها بقى في الفريزة بقى وترسيه من كده فوق بعض كده مش هياخده منك مساحة ولا اي حاجة خالص وتعيش معاك من السنة للسنة واهم حاجة برضو لما تجد تطبخيها لازم تطلعيها متلجة من الفريزة لتحطيها على طول على السلسة يعني السلسة بتبقي عاملها خلاص وتروح جاية حط عليها البسلة وهي متجمدة اوعي تسيبها تفك منك تمام عشان تفضل محتفظة باللون بتاعها وما تغمقش منك ولا يحصل لها اي حاجة يا رب النهار ده الوصف بتاعتي يكون عجبتكم زي ما ادي شفتوا كده انا خلصت خلاص الكمية بتاعتي كلها هروح الجاية بقى ورصها في الفريزة الفوق بعضيها كده آآ وان شاء الله لما قطبخ منها في رمضان هتلحها معاكم ومورها لكم واركو قد ايه بسم الله ان شاء الله يعني جربي حتى لو كيس واحد يعني حتى انت لو الطريقة بتاعتي مش عباكي جربي حتى لو كيس واحد وشوفي وشوفي الفرق بين اللي انت بتعمليها بالبخار واللي انت هتعملها بالطريقة بتاعتي ان شاء الله هتعجبك بتنسيش بقى تكتبيه في الكومنتات وتقوليني انت بتشاهديني من اني بلد وتكتبيه كومنت حلو وتحطيه للاك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله